نعم أحباتين كمل الجزء الثاني أو المقطع الثاني من محاضرة هذا اليوم اللي هي تمثل عندنا المرحلة الثانية أيضا من مراحل تخطيط احتياجات الموارد البشرية واللي سألنا عليها التساؤل وقلنا ما هي المراحل السؤال الأول قلنا ما هي مراحل تخطيط احتياجات الموارد البشرية وتكلمنا عن المرحلة الأولى اللي هي كانت مرحلة التنبؤ بالعرض والطلب المرحلة الثانية أحبتين أنا مرحلة تحليل المتاح من الموارد البشرية طبعا هنا أنا حبايب يتم التحليل لأكثر من طريقة بهذه المرحلة أما يكون عن طريقة مخزون المهارات باستخدام طريقة مخزون المهارات هذا عادة يتكون من قائمة بأسماء الموظفين الحاليين الموجودين بالمنظمة طبعا تحتوي هذه القائمة أحبتي على مجموعة من البيانات والمعلومات التفصيلية عن كل موظف موجود يعني شنو خبراته مؤهلاته الدورات التدريبية اللي اشتازها واللي دخل بيها مقدار الاختبارات اللي وجهت إليه ما هي تطلعاته المستقبلية ما هو رأي مدير المباشر عليه يعني اللي على تماس مباشر ويأعماله إذن عندنا قائمة بأسماء الموظفين الحاليين بهذه الطريقة ومن خلال هذه القائمة نحن نتعرف على مؤهلاته خبرات وتطلعات والاختبارات وغيرها من الأمور اللي تخص هؤلاء الموظفين الحاليين الطريقة الثانية حبايب هي طريقة خرائط الإحلال هاي عبارة عن أشكال بيانية توضح للمخططين الوضع القائم لبعض الوظائف الهامة الموجودة داخل المنظمة طبعا الموظفين المتوقع أحلالهم يعني تضمن الموظفين المتوقع أحلالهم وتحتوي على يعني أشكال بيانية توضح يعني هاي الأشكال أشكال بيانية شايفيها أنتو دارات يرسموها تطلع يعني تشوفون يعني يعينون بيها طبيعة الشي اللي هما يردوه وبالتالي يصير المخطط البياني يرسم التوجهات اللي موجودة تجاه هذا الشي اللي هما يردوه في الرسم البياني طبعا هنا شو يريدون من هاي الأشكال احنا ريد المهم اللي يهمنا هو اللي تخص الوظائف الموجودة عندنا والموظفين متوقع أحلالهم بهذه الوظائف إذن اشتحتوي هذه الأشكال أو هذه الخراط عمر الموظف الحالي مستوى داعة شنو؟ عمره ومستوى داعة وعمر المرشح للوظيفة ومستوى داعة وقدراته ومهاراته إذن عمر العامل اللي أنت عندك ومستوى داعة وعمر اللي ممكن أن يجي يرشح لك للوظيفة ومستوى داعة وقدراته ومهاراته طبعا هذه الطريقة أحبتي تمكننا من معرفة أو التعرف على التقدير الفعلي للموارد البشرية داخل المنظمة واللي حتستغني عنها المنظمة بالفترة القادمة واللي حتحافظ عليها وتطورها وطبعا هنا أنا حبايب كل منظمة أكو طريقة إلا باختيار هذا يعني إلا طريقة تختار به هذا التقدير اللي طبعا لازم يتناسب به مع قدراتها ومكانياتها ومكانيات الأفراد العاملين موجودين لديها طبعا بالنسبة لتقدير العرض الخارجي هذا يختص بما ستتطلبه المنظمة من الخارج من عماله من موارد بشرية وأيضا يتوقف على دراسات السوق والتنبؤات بالأوضاع الاقتصادية القادمة ومستويات النمو والتعليم في الدولة ده تشوفون حبايب الوضع الحالي والراهن اللي ده الموربي وأزمة الكورونا وكثير من التنبؤات اللي ده تصير بالأوضاع الاقتصادية القادمة وده يقولون أنه أسواق العالمية كلها التنبؤ إيسا حاليا ده يدرسون يقولون السوق العالمية كله يعني لحى خلال سنة أو سنتين لحى مربع وضاع اقتصادية صعبة وده يتحدثون كثير من القنوات ده تشوفون ده يتحدثون عن تسريح المئات بالآلاف من الأفراد العاملين من الشركات العاملة سواء قطع العاملة بالقطع الخاص ومختلف الأنواع وتحدثون كثيرا أيضا على شركات الطيران في مجال اقتصادكم محبتي يقولون كثير من هذه الشركات لح تخسر وهواية وبالتالي لح تسرح عمالها هواية وأيضا تحدثون على السياحة وكيف لح تضرر الدول الرائدة السياحيا بهذا المجال وكيف لح يصير التسريح أيضا لكثير من الموارد البشري العاملة بهذا القطع لذلك يكون تنبؤات بأوضاع اقتصادية قادمة وسوق شون اللي حيكون ومشتويات النمو وغيره إذن العرض الخارجي هنا بما يحتطلب المنظمة يعتمد على شنو يعتمد على دراسات السوق وتنبؤات بالوضاع الاقتصادية القادمة طبعا أنت إذا كانت يعني اوضاع اقتصادية سيئة أو ما تبشر بخير اعتيالي لح تبدي تقلص أنت من طلبك للموارد البشري وما لح تحتاج في الكمية اللي كنت تحتاجها في حال لو كان السوق مستقر أحبة تهاية بشكل عام محاضرتنا لهذا اليوم واللي تحتوي على سؤالين مهمات اللي هو السؤال الثاني العفو اللي هو سؤال الأول المراحل اللي تقوم بها المنظمة اللي تخطيط احتياجات منظمة الموارد البشرية والسؤال الثاني اللي هو المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية كيف يتم تحليل العرض والطلب ضمن هذه المرحلة وتكلمنا عليها وجاوبنا وأتمنى أن نكون أغنيناكم بعض المعلومات أحبتي أي تساؤلات ممكن أن يطرحوا ليها على الكلاسروم وأن يكون حاضر بالإجابة أحبتي يرجم أثناء الاطلع على هذه المحاضرة أكو سؤال وجهت لكم في فقرة النشاطات الأضافية طبعاً كنشاط إضافي للطالب لح تقروا إن شاء الله وتحاولون نجابون عليها على شكل يعني إجابة مرتبة تكتب بها اسمك اسم الطالب الثلاثي وتسلم لي إياها بملف في فقرة تسليم النشاطات الأضافية حتى يكون أيضاً عليها درجة من درجات السعي ونحاول نسهل لكم موضوع وشقد ما نقدر أحبتي أرجو من الجميع التعاون بهذا الموضوع حتى أساعدكم إن شاء الله ونعبر بهذه المرحلة أعبروا إياكم هاي المرحلة بسلام شكراً لحسن أصغاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة